في شأن آخر استقبل معالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بقصره اليوم إلي أديب سالم رئيس جامعة البلمند اللبنانية وناقش معاليه ورئيس جامعة البلمند مختلف الشؤون التعليمية والجامعية والأكاديمية والتربوية كما استقبل معاليه وفد أعضاء منظمة الرؤساء الشباب وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح تضم رؤساء التنفيذيين الشباب الذين يتواصلون من خلال التعليم وتبادل الأفكار ورحب معاليه بالضيوف وناقش معهم مختلف المواضيع الخاصة بالمنظمة وما تقوم به من دور لخلق جيل ريادية من الرؤساء ورجال الأعمال